اهلا بحضراتكم مرة اخرى يشرفني وينورني في هذه الفقرة الكباتن الكبار كابتن محمد عبد الجليل كابتن ابو المجد مصطفى كابتن محمد مشرف ومنورش. شرف كابتن منور. اخبرك ايه? الحمد لله. تمام. كابتن ابو المجد مشرفني ومنورني. حبيبا كابتن ربنا اعزائي. اللي حصل النهاردة بقى في المباراة. مباراة الاهلي والجونة. الاهلي عمال يضيع في الفرص. والجونة بيحاول يدافع بشكل جيد. والاهلي للمباراة التانية على التواري بيخسر النقطة الخمسة. وكده حتى لو كسب الاموراتين اللي جايين هيبقى متساوي مع الزمالك في النقاط. وفقط فرصة انه يتصدر الدوري بفارق خمس نقاط على الزمالك. انا مش عايز حد يزعل. احنا دايما نتكلمنا من فترة. ده نتاج يا كابتن ان فرقة الاهلي ما كعناصر بعد قوي. كلعيبة فيه لعيبة مش عاود مجهدة بقى خلاص يعني مش عايزين نطلع شمعة الاجهات دي. التمركز في الملعب. السربعة. الكور الكتير اللي بتضيع من فرودة زي شريف. زي صلاح محسن. كان حجة صلاح ما بيلعبش. لا تدريب ليه في الملعب بقى ياخد بربع ليك بقى ياخد. حسام حسن ابتدى ياخد يعني الكورا اللي بالهيدرز دي الاخيرة. لأ دي جوان. شب صلاح عملها كويس. عملها حلو. بس دي بتاعت حسام من سنة. لأ. بتزغرت في الجون. الفاول اللي تحسب جوة التمنتاشر. عارف به. حط وش رجلك. هتركن فين هنا. يعني علي معلول احنا لعبت كورا. هتركنها ببطن رجلك في الزاوية البعيدة ازاي. ده انت في حلق الجون ده انت دي كور زي ده كابتن. انت تحط وش رجلك. مش لازم مدرب يقول لك. وهي ونصابها. وهي ونصابها. اه. طبعا. لان انت خلاص ده انت ثلاث خطوات عن الجون. كل دي تركن موتا كابتن. الاهلي مش عايز حد من جماهين الاهلي تزعل. ده عادي حاجة متوقعة. ان لازم تبني فرقة. لازم تبني فرقة. انت بتعافر دلوقتي. النهاردة الجونة كابتن بتلعب بتلاتة وره. وبيأمنوا. النهاردة الجونة كان بيروح على استحاق. عارفت لو الجونة عندها ثقة. كانت هتروح تجيب جونة. بس قلت الكلام ده لك بتاهم السدية من شواء. بالضبط. كان هيروح. بدافع كويس. بس انت كان مفودي بعدك اي رد تفعل. بالضبط. بربو عليك. وبعدين عندهم عناصر الجونة كويسة. انت فهين. بس هو نازل عايز يخطب بنت. والبنت ده هيفيده على فكرة في الدور الجونة. اه. ارجع لنادي الاهلي. اه. الرجل لسه بيتفرق. ولسه بيشوف. ولسه بيشكل. بس انا بقول لك فيه لعيبة كتيرة بعيدة قوي. بعيدة عن مستوها قوي. صحيح. المجد كان لعب كرة وعارف. ان اي مدير فني جديد بييجي. اول ماتش وتاني بتاني تلعبها جديد كلها بتطلع مية في المية منها. مية وعشرين مية من عندها. انا في الماتشين دولة تحسيت ان اللعيبة لأ. ما الفنيات اللي الرجل ممكن يحسب عليها. وده بسبب ايه. انا عارف ان انا مليش بديل. يعني انا انا بقول لك. الاطراف عارفين ان هو محمد هاني وعلي. مفيش حد. فانا هنلعب هنلعب. الاتنين اللي اعتراف من فوق. ما هو يا طاهر يا حسين. مفيش. وحسين تصب كمان. وحسين تصب وبرستقوة تصب. دي تراكمات من عدم الشغل مع اللعيبة. انا انا قلت لك. موسيماني خد الحاجات الكويسة كلها اللي في الفرقة. وما اضافش. ما اضافش. اه لا ما اضافش خالص. اضاف بطولات. بس البطولات جت عشان اللعبة دي كانت فايقة. كانت كلها بسم الله ما شاء الله. كلهم فايقين. يعني لو موسيماني كان مكمل مع نادي لأي كان الاداء ما كانش هيبقى افضل من كده. موسيماني برضو تعادل وخسر وقبل ما يمشي وكان الاداء زي وحش جدا. وما كانش في اضافات لان خلاص المغزون منهم خده فعلا. فانت عشان انت يبقى عندك لازم تضيف للعيب حاجة. لازم تدخله في الجيم. لا. حتى لو موجود سامي مسك بعدين موتشين. وكان بيكسب. بس مش اداء. انا بس هي النقطة بتاعت ان انا لما ندير فن يجي جديد اللعبة دي لما طلعتش كل حاجة. انا خايف الرجل ياخد انطباع عن اللعبة دي. انا كم لعب في الآله. مش قل من ثمانية يا كابتن. فيهم خمسة سوبر. فيهم خمسة أساسيين. لان انا مقدرش اعتمد على اللعبة. فانت الدراتي بتقول انه الآله كمان محتاج يستغن عن ثمانية على الآله. اه. اه في ثمانية. انا انا عايز اعرف يا كابتن هم اللي موجودين اللي بيلعبوا بقالهم ست شهور او سبعة شهور او ثمان شهور تلتاشر او اربعتاشر لعيب بالزبط. فين بقيت القوام. فين الثلاثين العيد. عشان ما يبقاش الكلام. خمسة عشر. لا انت عايز تماشي خمسة عشر. لا اه. انا قولك اللي بيلعبوا. اه. من الثمانية اللي مفوضة. هقولك على حاجة. انا انا كنت قولت ان محمود متولي لو ما دخلتش في خلال الثلاث شهور دولت. اه. محمد محمود. محمد محمد. اه. كريم فؤاد. ادي ثلاثة. ما خدش اصلا كريم فؤاد. ما هو. اه. لا خد فيه واني مى م85 investment. ما تحسسنش ان انت مشksi لي. انا هديك مرة واثنين. لا لو ما فرجتش معايا. يبقى محمد هاني هو وحش يلعب. ماشي يبانأتكان طيب من محمود محمود متولي. محمد محمود. وه Hodiam Fugascode. ايه. اه. وليد سليمان خلاص. اخر اجتزال بعد المخشو؟ او كتر خيره يعني. طبعا. لعب عزيب. اه. اه. انا معرفش بقا بعد القوام يعني أنا مقاية تلاتين لعيب بأمانة أنا ما بشوفش غير أربعة شخص خمال شهر واحد إنت وطير أربعة بلقتي أنت بشوطيه تمانية؟ أيوه هجعت في كلامك؟ لا ما رجعتش في كلامك كان محمد عبدالجيني ما بيرجعش في كلامك لا بس في أربعة لو قلتهم هيزعلوا هيزعلوا قوي بس إنت ما وقتش بيفري معاك قبل كده إيه اللي حصل؟ بندل أهلي بقى يزعل يعني أنا جات لي غير أنهم زعلين مني شوية يا جماعة والله والله أنا ما حد يزايد على أهلويتي أنا بتكلم في الصالح نكون فرقة في ناس لا بعيدة عن مستواها في ناس الدنام فرص كتير إنت قلت أربعة بشكل واضح تمام؟ الأربعة التانيين هنقولهم بشكل لطيف إيه اللي هو إيه؟ لو ما شددتش حلكو يمشي هتمشوا أمين بقى؟ حسين حسين الشحات صلاح محسن صلاح محسن حسام حسن لما ياخد يمسك في الفرصة بقى ماشي إحنا كلنا دعمناك يا حسام ماذا؟ هدي سبعة إنت عايزي تاني في التاني ما حلو سبعة مش لازم يعني أنا قلت سبعة تمانية الثامن أساعدك في واحد واشيل هذا ميساعد بحبه أشيل لك أنا ما سؤلتك رامي ربيع بحبه ميكي سؤل لأ ما هذا خلاص لا أصلا خلاص لأذا أنا ما سأحطه يا كبت اندامي سأحطه في الحزبان أنا بقلت سهيلة عليك عشان ما حدش تدايب لا هذا ما حدش تدايب إنك خلاص لأ هو مبيرستاو أنا بقول لك إنت عايز مبيرستاو كبان يمشي؟ أه طبعا طبعا أنا زياد طارق ده زياد طارق أده 30 مرة في الكرة لو خاد الولد ده نحاردة الكرة بيوقفها وبيعدي وبيعمل الفكرة هو كان أمضل في الأهل لما نزل تصدق أه أوله حيدي كان عنده كهارات صح أبعا أبعا غريب ورايح وبيعدي صحيح نحاردة طهر بتعدي بتأمل الأوفر في صراحة سالم لا لا ما ينفعش لعب نادل أهلي وإنت خسالنا إنا كنا محنا خسالين أو متعدلين أنا في آخر القوة دي بأمركز فيها و بأعمل فيها حساب 100% صحيح إنه لوحد قاد يتفرج معي قال لي هو عايز يضعه في الدايقة قلت له لا ديقة إيه لا دماغه ما تجيبش للدايقة هو رفع الأوفر وقال الشيء في الوقت ده ده يبين لك إن اللعيبة مش هفعل حيلها اللعيبة مستعجلة اللعيبة ما عندها ثقة في نفسها محدش يزعل إحنا محدش يزايد على أهلوياتنا خالص أنا بقولش الأهل ده وحش ولا الأهل ده مش هفعل لا كون فرقة إحنا البطولات اللي خدناها بطولات جميلة بس خدت من الفرقة يا كابتن كريم خدت الخلاصة اللي عند الفرقة كلها هو ده أفشا و ده السلية تماما هروح للكابتن أبو المجد تفضل يا كابتن أبو المجد أكون حضرت لك أربعة كمان لأ حضر لي التمانية اللي يجوا الأهل بقى مكانية التمانية إنت ماشيتهم آه حقا هتتمشيه لعيبة مش هتجيب لي التمانية أبو طيب كابتن أبو المجد النهاردة الأهلي تحس كده مش النهاردة بس في كل المورات اللي فاتت أنا بكلم لوقتي المدرب تماما فكرة إنه اللعب يبقى فليت واضح إنه كرة رايحة عند باك راجع اللعب في النص رايحة الباك رايحة الجناح ده ما يفتحش أبدا تكتلات أنا دايما بشوف ده في الأهل حتى الفرص اللي بتيجي للنادي الأهلي هي بتبقى كور مسلا مرفوعة في السماء خبطت في دماغ اللاعب فنزلت في الساكن بول فلعيب شطها فمسلا جات جدا عوضاية فرص بس حتى الفرص مش خلق مساحات وحيات كده بشوف دايما الأهلي أداءه فلات جدا تفي ولا تختلف؟ لا معاك طبعا النادي الأهلي الفترة اللي فاتت حتى الناس اللي بتتفرج عليه أو الجمهور نفسه هو أصلا اللي مزعله إن شخصتنا الأهلي ما بيتش موجودة صح وده شغل مدربين يعني شغل مدرب جوا الملعب ده اللي أنا بقولك عليها في البداية أنت فلسفة أنت فلسفتك النهاردة أن أنت تبدأ من تحت عشان تقدر تختارك ويبقى عندك مساحات وتقدر أن أنت تستفيد بالمساحات في التحولات الهجومية ده شغل مدرب لكن النهاردة زي ما بقولك فكرة أن أنت بتبدأ وفي الآخر بتعمل طويل فأنت ما عملتش أي حاجة وده ما كانتش كرة بتاعتناد الأهلي زائد أن أنت بتتعامل دلوقتي مع اللعبة مش أحسن حاجة يعني مش في حاليتهم معظم الناس تحس إن حتى بلعبوا بأداء ما فيهش اللي هو إيه الجدية أو إن هو عايز يدوس على نفسه عشان الموقف اللي هو فيه يعديه لا، أنت بتتكلم مع لعبة مستسلمة يعني بشوف لعبة ناد الأهلي مستسلمين للتعب مستسلمين لعدم الجماعية حتى في اللعب شفت حاجات كثيرة جدا برضو وده ما كانتش موجودة في ناد الأهلي اللعبة بتكلم بعض كثيرة جدا بطريقة مش صح فيه عصبية صح استعجال عدم الرابط ما بين اللعبة وبين بعضها عارف أنت كارجلك في الملعب؟ أقول رايبك يا كابتان الملعب؟ لو اللعيب حاسس إنه مش في فرما ومش في مستوى هو متعصب متعصب جدا والتاني متعصب برضو يعني هو مستني استحملين بعض إحنا مش شفائيين عدم الفرادة النهاردة بانت في الكرة مع حمد فتحي وشريف وزعي أنا قلت الشريف يقول له الله الله ما عليش وهنجيب النهاردة ده الرجل ست دقائق محمد الحكم اللي جنبي قال هيجيب وقلت له مرة دي مفيش مفيش إحاء مفيش الكوة الراحة عالجون زي ما انت قلت دلوقتي مفيش خطورة بس كان في فرص في فرص فين وفين كل ربع ساعة فرص وهو الشكل اللي انت بتقوله الفرص اللي هي بشكل يعني غلطة الفرقة التانية مفيش مفيش كل عشر دقائق ربع ساعة فرصة وضيعة لذنما الاخر ست دقائق لماذا الاهل معروف بالشراسة بيجيب في بلس تسعين بيكسر الدنيا لإحساس المرادة مفيش كابتن أول 45 ديئة الشوط الأولاني فرصتين فرصتين اللي هي في العرضة واللي قابلها بتاع التأفش بتاع التأفش الزبط الهيدرز من العماد السعيد لكن انت بتتكلم كانت أهل خمسة وفرصة يعني نعتبرها فرصة عشان قسلت بين الثلاث خشبات بالضبط فانت بتتكلمة كابتن يعني خمسة واربين ديئة النادى الاهلي يوصل مرتين صعبة جدا و النادى الاهلي برضو عنده انا شايف ان من الحاجات اللي مقاللها الحلول الفردية صح يعني الحلول الفردية عند النادى الاهلي مش احسن حاجة هو الوحيد اللي كان بيديك حلول فردية وهو وفية كمان مش دائما هو احمد عبدالقادر ومش موجود الوحي يعني يعني حتى لا يعني لما بيبقى في كمه تركيزه كان بحلولها كتير بالضبط لكن في الفترة الاخيرة ديت برضو كما كانش الامور يعني تحسن هو حتى هو بيشتغل مشتت شوية صح عايزة عدية ولا عايزة رأى أصلا عايزة العباء صح بس هو الوحيد الكرياتيب في الفرق الوحيد اللي ممكن يعمل لك حاجة مبتقرة لكن الباقيين كلهم هالقعبة كويسة ومهمة بس ما عندهمش حادة الحرفانة دي اللي ممكن يعمل فرق عندهم خوف فين حسين اللي كان بيروح يغرب الثلاثة اربعة ده بيروح للباك وبيرجع تاني يرجحها ورا فين طهر اللي كان في موبيب بيجري جري خمسة ستة وراع فين شريف القطع بتاعته دي وكان بيروح زي ما قبل مجد الفاصل احنا قبل ما نخش شريف عايز يجيب جوانه بس بس سرعة فما بيجيبش كل هدف وننزل يجيب جوانه فلا العب لها بك تاني القفشة يبتدي بلاش اللعبة بالعرض كتير عايزين حاجة لقدام حاجة لقدام الناس برضو مبيتساعدوش اينا مبيتحرقوش كله عايز الكرة هو واقف دلوقتي ليه فيش ثقة انا شايف ان بدنيا الاهلي زي ما قلتلك الفترة اللي فاتت بدنيا مش مش مسألة اجهاد لا بدنيا مش وقفين على حيلهم ودي بانت في البصات والمجد قال في بصات كده كتيره انا جنبك بتروح تبصها لي جمده قوي شما ضعيفة قوي واجه وقفها تروح طاولة مني زي مثلا الجون اللي بتاعسموها بتقاليو ديانج وده استلام وشيلوها الرمي الربيع ربيع بنبصلك في رجلك انت بعرفتش وقف حاجات دي الزغيرة تفرق طيب من التمانية هنقول مثلا انا قلت انت هتنسى بس انا برضو عادت انت ما تفضليش الفرقة كابتان عبدالجيو لا هنجبلك تمانية بس انا هقول الاسامي بس تعقدات بقى يخلصوا أو هم يخلصوش لا في نقطة احترام لكل الانديل اللي عبت يتلع فيه انت بتقول اسمها تحب تشوفها في النادي الاهلي بس الانديل بقى تتمسك بيهم الاهلي نفسه مش هيفوضهم يعني ايه انت فيه تمانية تحريف تشوفهم في الاهلي وخلاص نقول مثلا باكرايت اتمنى كريم العراقي اتمنى كريم العراقي باكليفت شايف ان اقرب واحد يرجع من الاعارة شكري ده لو هو باكليفت تعسموها الولد الزغاية او حسين السيد يعني الاتنين دول ناس كتير قال لي محمد حمدي لا محمد يعني تقيل شوية هو العيب كويس في بيرامدس بس مش هيشيرين هذا الاهلي اتمنى با انت قلت لي باكرايت كريم العراقي وحسين السيد او محمد شوكري او محمد شوكري او محمد شوكري انا نفسي في محمد ريدا بوبو محمد وسط فيوتشر اه في نص الملعب عايز احمد رفعت ناحية الشمال عايز احمد عاطف فيرود ادي خمسة اتنين افاركة ايه يعني عايزك تبلى الاهلي يروح مفضلي فيوتشر انت مصاب تفضيهم كلهم النهاردة اه لا وفيوتشر كده خدت منه كامل عيد تلاتة اه كتير احمد رفعت انتهاء لي اه خدت ريدا بوبو وهي احمد عاطف نفسي اه يجيب اتنين افاركة تقال اللي هما طب مركزهم ايه؟ فرود فرود واحد من تحت الفرودة او جناح مثلا او جناح او يعني وفيه افاركة كتير كويسين مش محتاج سنتر باك مدافعة مستكين محتاجين بس عمال اضربه في دماغي مفيش غل بهر محمدي وانا مش عايز افضل الاسماعيلي لان الاسماعيلي يعني حبيبنا غرقنين اديك اسم ولد مغربي الشاب اللي طالع ده الاهل اعره اللي تشيك حلوي اه لا انا بتاع ناشئين اه انا المغربي ده بس الاهلي خاف لعب زي دوت ما يشيلوش لسه الخبرات بس فيه محمد عبدالله وطلع ورجع اه تاني تعتمد نفس اللفة تاني انا عندك عملت عيره في كل حتة بالضبط صحيح جابت او المجد حيبتشارك في القصة دي؟ بص انا ادينا اسمين طبعا يعني بص انا انا شايف ان الحلول لازم تبقى داخليا اه يعني ايه داخليا لازم تعتمد على ولادك الشباب يعني لازم تعتمد على ولاد النادي زي زمان وزي زمالك الزمالك اضطر خلي بالك في توقيتات كبيرة جدا كابتن فترات اللي فاتت الاندية اضطرت انها ترجع للقاعدة اللي تحت كل اللعيبة بقى منجوم هتلاقي عندك نادي الاهلي جيب فترة او نادي الزمالك جيب فترة لما الفلوس قلت ايام الصورة كابتن بدأت تطلع عناصر من تحت كابتن فرقت مع النادي كتير والغيابات الكثيرة بسبب الإصابات فاضطر يلعب بشباب فالشباب تكتشفت انهم احيانا احسن من اللي كانوا موجودين تشموا اضطر ما كانش عامل كده للزمالك ولا الاهلي أنا بقول له حضرتك ان انت عندك القاعدة بتاعة النادي الاهلي والزمالك في مصر بيجي لهم احسن لعبة في مصر فانت الشباب بتطلع من تحت يعني متأسسة بشكل كويس طب فانت لما تيجي تهدي السياقة بس هي الفكرة كلها ان انت تستحمل الناس دي هي مشكلة انه ده اهل الزمالة كابتن تحت الضغطات اللي بتبقى موجودة ما بيقدرش ان هو خافهم الجمهور يعني الجمهور بقى اعلاميا لا مش اللعيبة اللي هيلعبهم ايوا كابتن انا بتكلم او الادارة اللي هتجيبهم او هتجمع المدرب يلعبهم انا 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 اتعرضت للتجربة دي يعني اول ما طلعت او اول ما روحت النادي الاهلي انا كنت صغير كانت المجموعة بتاعتنا لو حضرك فاكر انا وحسن غالي ووائل رياض ويرادة شحات ابو مسلم امين يعني مجموعة منتخب الشباب كلها ومحمد شوقي اسخدتوا لعبة تقيلة بس بصوا كابتن احنا في السنة دي اتخذنا دور الابطال وخسرنا دوري امين واحد وخسرنا دوري صحيح مع الضغط احنا المفروض ان احنا كنا جايين في الفترة دي انت بيتجهز فرقة كان برضو الفترة دي كانت في احلاله تجديد في الوقت دوت كابتن هادي وكابتن وليد صلاح الدين ببطاله اه يعني كان خلاص اه ASB بس نتو بنيتو فرقة لعاشر سنين بعدد كده احنا بنيتو فرقة لعاشر سنين بعدد كنا احنا بنيتو فرقة شوبنا بس سلاكت ما لحكنها ش ROM خسرت الدوري أول سنة دوري أبو المجدة ومسلم وحسن أمين وعدد كبير من العيبة كانت طلع وعد المصطفى كانت كل دولت كوترهيب بشكل عظيم فمشوا واشتروا العيبة فبالضبط فبدأت بقى الفكرة اللي انت كنت عاملها بدأت إيهل فبدأ مثلا اللي شارك مش المجموع كلها اللي شارك مثلا حسيم مثلا أبو المجدة على فضلات أبو المسلم على فضلات كده فبدأت انت الفكرة بتاعتك طولت ربع أسامي دلوقتي أبو المجد بكريف عالمي بجد مش عشان قاعد جامل لا 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 هو يوبيعد ويخش الجوة يعني عادل مصطفى وعلى اللعب جامل جد حد يختلف على أبو مسلم ده راح احترف في فرنسا ولعيب بكريف لو تصبروا عليهم دول كانوا يكملوا بس صح زي ما هو قال خسارة الدوري دي طب يا ترى السنة دي لو بعد الشر لأهلي خسر الدوري هنضحب العالي الزغيرة دي كلها والناس دي كلها يعني زياد طارق ده الولاد كوكا ده دفندر ده يا لا لا يجي منه مغربي ده لو رجع هاي فيه ثلاثة أربعة كويسين يا ترى نقدر نسندهم نقدر نلعبهم أنا نفسي زياد طارق ده ياخد في الملعب ياخد ياخد أساسي كمان آه ياخد كابتن إيه اللي يمتلعنا وإحنا عندنا سبعة سورة تمسورة سنة ومين موجود كابتن طهر أبوزيد وكابتن علاء واسهامة وعلاق ما يهوب يوفي أبطال بس كان فيه واحد اسمه أنور سلامة وكان واحد فيه ظهر الله يرحمه اسمه صالح سليم لعبه ما تخافش هاني رمزي عبدالجليل عمر أنور عبدالعبر أحمن أحمد حمود عصام ربي أحمد رزم وبعد كده طلع معادينا مين واليه صلاح وهادي ومحمد يوسف تكونت فرقتين من الناشئين النادي صحيح خاصة أنا كدت أن أنت في التوقيت اللي إحنا فيه دوت محترام يعني الكوالات بتاع اللعيبها مش كبير كل شبابات اه يعني مش هيبن فيه جاب بين اللعيب الصغر واللعيب كبير دي رأيك حسأكوا صعيد الدولة دلوقتي الأهل والزمالك لا الأهل لو كسب المطشين اللي فضل لنه هيبقى في الصدارة مع الزمالك واحد وخمسين نقطة بعديهم براميز تسعة واربين نقطة كده مش حط تبرمز ليه في الليلة ما نهول يسمولك براميز براميز تسعة واربين نقطة في المركز التالي فرق نقطتين بس عن الأهل والزمالك بس إمتا زي حاسس أنت بل لزمش هيكمب تبخد بقى الآن أحا قول بقى أنا كنت لسا بقولها النهاردة قول أنا نفسي فيوتشر وسموحة اللي هم فرق بينهم ومن المتصدر اتناشر نقطة ناشر نقطة دول الزمالك خاصة أربعة مطشرة متعادل اثنين أو تلاتة والأهل متعادل ستة وخاصة اثنين يعني بيخسروا وبيتعادلوا اي بتخلي عندك طموحة ياخي يعني نقول على سموحة خلين عشان فرق أنا بقى الأول سنة أنا مش شايف كمان أهل وزمالك برامز بس أنا شايف أنا عايزة أربعة خمس فرق اي نفسها صدر ايه مشكلة يعني أنا معك في دي طب نقول سموحة فيوتشر أنا معها العزة أول سنة مع إني عندها فرقة كلها بقى لها سنين وكلهم أبطال تلعب كورا ليه بقى؟ ليه يا كابتال مجد شاركني؟ ليه ما ميبقاش كله شايف السدارة؟ أصلا انت مش هتلاقي فرصة زي دي في حياتك في الفئة الأهلية والزمالك هم لا يخسر في نقطة صراح بص بص أولاك على حاجة الفكرة أن أن أنت عندك مشكلة مع اللعيب نفسه مع ثقافة اللعيب نفسه مع احترام يعني اللعيب أهم حاجة بالنسبة له كابتن مقدم عقده أهم حاجة بالنسبة له مقدم العقد فكرة بقى أنه هو يبقى طموحاته أنه هو عايز نفسه على بطولة بس أنت أنا آسف مالش للمقاطة بس أنت تتكلم على برامد زوفيرتشار تحديدا اللعيب اللي فيهم كلهم كلهم خلو بطولات تمام صح أنا طموحي بطولة على فكرة أسموح مثل ما أعظم نعيبته شوية هو فريق طموح ورائع جدا بس ما أعظم نعيبته ما أخدوش مثل بطولات بس خلي بالكولوجة الحاجة بقى اللعامل اللعامل في الموضوع دوت جمهور وإعلاميا يعني الجمهور يا كابتن اللي تتكلم على برامد مالهوش جمهور فمش عامل على اللعابة بطولة مش عامل على اللعابة بطولة ولا عامل الإدارة نفسه إن ممكن يقول له أنا عايز بطولة بالظبط يعني طلعا حطيت الإدارة لو قالت له أنا عايز بطولة عكس ما تقوله يعني لو شاركنا في بطولة أفريكا كويس أو أو شل أبعد نقطة أو أبعد فوستيك جاد ما تقول له عايز بطولة أنا لسكن معايا كابتن السلام عبد الكريم مدرب حراس مال مسموحة فبقولي ده مدرب كويسة كابتن ولازم ياخد فرصيته طبعا ويتكمل في المتقلل يعني الولاد ده كويس جدا أنا عارفه كابتن طي أنا سألت كابتن السلام عبد الكريم وقلت له إنه ليه ما يبقى اشتموحك تاخد الدوري أنا هنتموحنا إنه يوصل لقى بعض نقطة ما تقول أخد الدوري يعني قاعد مع العيبة قلهم أنا طبعا أنا مش بقول كده أنا عايز الايه وزمالك يخسروا الدوري أرحب يشوف 5 فرق بتيافس كابتن أهل المختناش في العصر ده مش هيختني كابتن اللي مش هيخد دوري أو بطولة والأهل وزمالك وحشين كده ميش هيخد خالص بس خالي بك بطن بص تكابتن هي بتبقى يعني مع حصرامي هية بتبقى لها تحضرات من البداية يعني أنت كمجلس إدارة انت برضو فكرة ان انت توصل للعيب للمرحلة اللي هو محتاج انه هو ينافس انت محتاج ان انت برضو لازم تحضر له العوامل اللي هي تساعده على كرة كابتن يعني لازم تعيشه في الأجواء ان انا الفرقة بتاعت لان السنة ده عايز اخذ بطولة السنة ده عايز انافس لكن هي البداية كابتن لما بتيجي في أول السنة لما حتى بتبدأ تجيب لعيبة انت بتجيب لعيبة برضو مش في معظم الأندية اللي تحت مش أحسن حاجة هي في أجواء أحسن من بيرو متزاكرت لا انا بتكلمش على بيرو متزاكرت انا بتكلم على معظم الأندية بس انت قلت نقطة فيها المرخص يا كابتن أبو المجد فكرة الجماهير والضغط الجماهيري والفكرة حساسك ان انت شايف الجمهور عايز منك حاجة هيبسة لما انت تبسوك على فكرة صعب يعني حتى انت بتقول فرق 12 بنت ده ده صعب جدا انا بقول على الورق نظريا بس لو الاليوزاني قسروا لتناشرة نقطة ما هو التانيين هيخسروا كمان النقاط كاسية ده كل ده ورق بس ان يبقى عندك طموح بس يعني مجرد طموح كابتن عمدي الجيل شرفت ونورتك الآن دايما بستمتع حبيبك مشيت تمال لعيبة وجبت تمال لعيبة انت ماشاء الله عليك يعني فكرة انت ماشي اكتر من تمانية بس انا مشيتهم لك تمانية انت ماشي فرقة تعريبا يعني كابتن عمدي مصطفى نورت جدا شرفتني شرف كبير جدا سعيب طويلة كماية النهاردة لسا بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل اساد ذا الكبار استاذ محمود صبري الاستاذ شريف عبدالقادر هيكونوا معايا في رقم عشرة خليكم معايا